خلينا نفهم من حضرتك بداية ونعرف المشاهدين بالآي سكور أنا بداية هستأذن حضرتك أشكركم على الدعوة الكريمة وتشرفت بأن أنا أبقى موجود على منصة إعلامية وإخبارية بالحجم ده ومع حضرتك ده شرف كبير جدا لي شكرا لك خلينا نقول آي سكور أولا نتعرف الأول هي شركة آي سكور عبارة عن إيه وإيه دورها في السوق المصرفي هي شركة آي سكور تم تأسسها من خلال مؤسسات كبيرة منها البنك المركزي ومجموعة بنوك ومؤسسات مالية كبيرة جدا الغرض من تأسسها أنها تكون عبارة عن بنك معلومات للعملاء المتعاملين مع البنوك بشكل كامل طيب هنقول النهاردة يعني إيه آي سكور آي سكور يعني ملف اقتمان اقتمان أصلا يعني إيه اقتمان أو تمويل أو قرد كلهم مسميات أن البنك أو الجهة المناحة بتأتمن العميل على مبلغ معين بمواصفات معينة بشروط استرداد معينة ده كلمة اقتمان عشان كده نقول يعني إيه اقتماني عشان فيه هسأ أذن حضرتك طبعا هنتكلم ببساطة شوية بعيدة عن مصطلحات عشان العميل والجمهور المستفيد ده المطلوب آه من الكلام ده عشان نبعد شوية عن المصطلحات إن احنا نقدر نقول حاجة زي كده يعني إيه أصلا ملف اقتماني هو ملف اقتماني يعني سيفي خاص بالعميل عميل البنك أو عميل الجهة المناحة تاريخه تاريخه كله أنا النهاردة حضرتك بتتقدم للبنك عندك بطاقات اقتمانية عندك كددة كارد عندك كروض عندك تعاملات شتة في الموضوع ده الاي سكور أو الملف الاقتماني بتاع العميل هو عبارة عن تاريخه من أول ما بيدخل خد الكارد إمتى نوع الكارد اللي هو واخده إيه إيه التأخيرات اللي تم فيها في السداد إيه الملف الاقتماني بتاعه ماشي رايح فين ليه الكلام ده بيبقى الليه أهمية في الاي سكور أو في الشركة المصرية للاستعلام الاقتماني عشان حضرتك لما العميل يتقدم مرة تانية للتعامل مع البنك يتشاف هل هو تاريخه الاقتماني تاريخ جيد أو لا؟ ينفع أن نتعامل معاه مرة أخرى من عدم يعني هل هو ملتزم في السداد أم لا؟ ده صحيح هو ده الغرض أصلا من فكرة الاستعلام الاقتماني أو من فكرة الملف الاقتماني أو من فكرة الاي سكور والكريدت كارد بتكون ضمن التقييمات بصي حضرتك كل ما هو داخل تحت الاقتراض سواء هو كارد شخصي أو كارد سيارة أو كريدت كارد أو أي تعامل اقتماني يعني عميل دخل خد فلوس من البنك خد فلوس من البنك تحت أي مسامة حضرتك ده لازم يتعمله ملف اقتماني من العميل؟ من الشخص اللي ليه ملف اقتماني أو يطلب منه أي سكور؟ كل شخص عادي فتح حساب عادي أو اتعامل مع البنك في كارد أو كريدت كارد أو كاشلون أو أوتولون أو أي نوع من أنواع التسهيلات طيب لو شخص عنده حساب وعنده فقط دابت كارد أو كارد يعني السحبة فقط هو الدف الحالة دي هو ما عندوش أصلا أي نوع من أنواع المخاطر لأن الحساب ده حساب جاري شخصي ما عنديش مخاطر عليه أنا بودع فلوس وبسحبها في الوقت اللي أنا عايزه بس العميل ده أقدر أروح لشركة آي سكور أطلب شهادة بالآي سكور أو بتاع الملف الاقتماني بتاع العميل نفسه يعني أي حد باي ديفولت أو بشكل يعني تلقائي لو هيبقى عميل البنك هيكون عنده ملف آي سكور عنده ملف آي سكور تمام نيجي حضرتك النهاردة إزاي ما أنا قلت لحضرتك الملف الآي سكور الغرض منه إن أنا أبقى عندي محفظة للعميل أو بنك معلومات للعميل عشان أقدر أفيد البنك في حال ما العميل هيتقدم أنه ممكن أكون عميل واخد كارد أو كريدت كارد من البنك فاروح لبنك آخر عشان عايز أتعامل مع معاملة أخرى فأنا عايز يكون عندي فيدباك عن العميل هل العميل ده منتظم أو غير منتظم هل العميل ده سبق له تعامل مع بنوك أخرى من عدمه هل العميل ده وصل لمخاطر عالية لدرجة أنه تحط بلاك لست بنك مركزي أو لا عشان أقدر أتعامل مع العميل مرة تانية إيه اللي بيخلي عميل ما يدخل في البلاك لست أو القوائم السلبية عشان عميل النهاردة يكون بيتعامل في القطاع المصرفي عموما أيا كان بيتعامل مع شركة منحة لإني فيه شركات خاصة كتير وبنوك ومؤسسات كبيرة جدا أصبحت منحة دلوقتي فيه مجالات مختلفة في التمول اللي بيخليني أدخل في الاي سكور أو المخاطرة العالية هو عدم السداد بانتظام ده الأساس حضرتك أنا واخد كارد أو عندي كريدت كارد المفروض فيه رقم شهري أو استسابت بسدده الاست ده في معاد محدد في يوم محدد في الشهر العميل النظر اللي ظروف خاصة بيه بيتعصر في السداد فبيبتدي يتأخر في السداد من بقى 30 يوم لستين يوم لتسعين يوم حتى المدد المفتوحة وهنا بقى بيتم تقييم العميل هل هو عميل في تقييمه في الاي سكور هل هو عميل ممتاز ولا جيد ولا مردي ولا غير مردي ولا مخاطر عليه يعني العميل ده أنا لازم أصنفه بالشكل ده عشان أقدر ممكن يكون عنده نوع من أنواع التصنيف يتحلي أن أنا أشتغل معه تاني